السلام عليكم ورحبا بكم مرة أخرى في مطبخيب على قناتي اليوم سوف تكون سابلي هش وذوب في الفم نكمل سلسلة الحلوية اللي حضرتها للعيد صراحة نتمنى انه يعجبكم ما نطولش لكم نروح مباشرة للمقادير يذن عندي الهنا 500 جرام منه الزوب داولة المالغانين تكون بردة وذيبة وعندي الهنايا بيضة واحدة عندي اربعة صفار عندي اربعة ملايق اكل كبار من الكاكاو عندي كاس من السكر كاس من النشا عندي الهنايا تويسكو ولا نس كافي هنعطيت لكم اختيار ليحبين الكهب تويسكو ولا بالنس كافي واشن روح ندير نوح ندير 500 جرام هدي كتاعي الزوب دا ندير عليها الكاس تاع السكر ولا اسهل ولا اروع انا هنه عندي البتران نوكوش روح ندير راح نكتفي اني نخلط جميع المكونات مع بعضها ونحطها في البتران جوستي طلع الخالط نتاعي راح ننحيها عندي 500 جرام تاعي تاع الزوبدة درت عليها الكاس تاع السكر درت عليها اربعة صفار ودرت عليها بيضة الكاملة درت عليها راح نضيف عليها الان الكاكاو ونضيف الكاس تاع نشا ونكتفي باني نخلط بالنسبة الاشخاص اللي ما عندهاش البتران فقط اللي كان عندها البتر يعني ضرب الكهربائي فقط نفس الطريقة هذي ولكن تطبقها على يعني باللب البتر واللي ما عندهاش تقدر تستخدم يعني غير اليد لانه صالحة يعني وتنجح يعني تعطينا نفس النتيجة راح نحط الان القدرتها ملعقة او ثنين منها النس كافي كما قلت لكم ما عطيت لكم الوشواتين نس كويك حتى النس كويك يجي هاي البزاف ما كنتو ما ديروا يا نس كويك يا النس كافي نحط الان من هدف البتران حتى يضع في الحجم تاعه اصباحها خفيفة جدا يعني ولد شغل كريمة انا هنا ضربته على درجة تاولة سرعة متوسطة لمدة ثلاث اربع دقائق فقط لما احتحصلت على هذ الرغوة نحيته راح نبدأ باضافة الفانينة هنا عندي فانينة اضفت تقريب نقول 980 غ على حسب البيض لانه الصفار كان اربعة صفار كما كنتو تشوفو وراح نضيف علبة من الخاميره لان الفارينة تايل هنا اراه مصفية كانت مصفية من قبل علشنا ننخلوها دايما باش يدخل لنا الهوافة في سابليتانا الان راح ندير هاداك الكيستا الخاميره ونبقى نضيف في يعني نضيفه في الفارينة او الدقيق ناعم حتى نيتدمج عندنا السابليتانا ويبلينا كتلة واحدة انتو ما بركة تحبوا تنشفوه يعني ما تحاولوا ما تعجنوش بالايد خاصة يعني غير نلموه برك ونكونوا حاضرين في اضافة الفارينة لانو السابلي مبلوه شوية يعني مبلول باش كي يركح ويشرب هاديك يعني الفارينة هاديك تشرب تشربها الزبدة ونتحصلوا على القوام اللي مليح ممكن منلموه ونخليه كورية ونحطها ترتاحها على الجن ومبعد نولي مع بعض هنا اذا بعد ما ارتحت العجينة تهنا اذا هاي ليك خليتها ارتحت مليح عندنا لهنا هاد الطابة اللي هو طابة يعني شغلتها العين عحا نبدأ نفتح العجينة وكما تعودتو علي ديما نفتح العجينة تانا بين اغلفة البلاستيك هكا بش منزيدوش الفارينة خاصة العجينة يعني السوداء تالي سابلي ما تحبش خلاص يعني نديرو فيها حتة حاجة يعني ما نزيدوهاش الفارينة كل مرة راح تنشف معانا عندي لهنا هاد راح نطبع به الحبات تعو كبيرة ومليحة ما شاء الله انا هاد الكمية 500 قرام اعطتني لانه لون ملهكة كبير اعطتني 45 حبة اذا ها هيك هنا هنديرهم في بلاتون خليهم يطيبون بعد نوليوه اذا انا درت صراحة ندرت عدة كيلات يعني درت لكم توريت لكم ودرت حتى الدائري بالنسبة الاشخاص اللي ما عجبها الشكل يعني تقدر تبدل تقدر تغير ودرت هنا خليط ما بين حلوة الترك والكوكاو حمصته ورحيته وضفت لهم الكونفيتور يعني قمت بتحمس الكوكاو للفول السوداني حمصته ورحيته ناعم تماما ومن بعد ضفت له الترك وضفت له الكونفيتور وجمعت بهم لسابلي تاع العين بهذه الطريقة وجمعت بهم كذلك لسابلي الدائريين واللي هنا كما راكم تشوفوا عندي الكوكاو مورق حطيت له تحميسة غير خفيفة كما كنتشوفوا فيها في الفرن صراحة يعني اضاف لمسة هيلة بزاف لهذه السابلي اه انا حنديره نحطه نضيفه في الجلاساج ناعم نخليه يبرد تماما في هاد الوقت نروح نحط شوكولات بالحليب نحط هاد ذوب على حمام مائي باش نبدأ ونحضره مع بعض انا له جلاساج ناعم كله هنا يا شوكولاته الحليب هاهي يعني ذابت تماما ناعم وش نكتفي لها بالاضافة راح نضيف لها الزيت ورح نضيف لها الكوكاو اللي من السل اللي ما عندوش الكوكاو اللي من السلو عندو كوكاو حب يعني يرحيه كما نقولو احنا نفوتو في السيار تبقرنا غير ذيك الحبة الخشينة وهو اللي نقطرو ونخدمو بيها باش يعترنا هادا كلفي تال الفيريرو لازم يعني لازم نخفز الشوكولات لازم تكون مخاففة بالزيت والكوكاو التاعنا لازم يكون شوية ماشي خشين ولكن يكون الاقل متوسط باش يبقى في الحبة يعني باين اذا كما راكم تشوفوا الهنا نضفت مقدار تاع في نجال كامل في نجال من الزيت انتو ما سييو دايما كما نوصيكم في كل فيديو نقولكم اي حلوة سيوها لو كانت شوفوها مثلا وضعتو كمية من الزيت ودرتو الكوكا وتاعك من المنسل وسيتو على حبة ولقيتوها باللي تغطات تماما يعني وهذاك الكوكا وعد ميبان شفهموا باللي على نقصة زيت تقدروا تزيدو لها الزيت في اي لحظة كامل كما قلتكم اعطاني 45 حبة راح نبدأ في القلاساج تاعو طريقة بسيطة انا نحط صراحة شوية نسخية في وضعي الكوكاو يعني اضفت كمية مليحة يعني الحلوة كل وين تقلش ايها جيبنينا وانا نموت ونحب بزاف اني نقلش الحلوية تاعي على هذا اللي وضعت كمية كبيرة الكوكاو اللي في لي صراحة ما فيش طعمة الكوكاو تماما بنتو هيلة بزاف بزاف لونك نكمل نحط هذك الكوكاو ومبعد نبدأوا مع بعضنا ان شاء الله في طريقة تغليف ولا كما عودتكم انا ديما طريقة تاعي تغليف هي طريقة تقليدية نحط الحب نرميها في وسط يعني في وسط الصحن ونحاولو نهزوها ولو خفتو خفتو خاصة نسب لي هذي وجو بزاف مدينين هشاش تقدروا تطبقوا لطريقة تاع المغرف والفرشيطة يعني تديروا الحبة الحلوة في الفرشيطة ومن بعد يعني تحطوا عليها ولا تضيفوا عليها هذك القلاس هاش في وسط هذيك الفرشيطة زاوء زايد كامل لسيح والحبة تانا تتغطى بهادوك الكوكا والشوكولات نكمل انا القلاسي كامل الحبة تاعي بهاذ الطريقة ونكون امام تان حيلية كما نقولوا بما انه يعني كل من القلاسي الحبات نخليهم يقتروا فقط مدة واحد دقيقة ولو الشوكولات مازل ما نشفتش نبدأ نحط هذيك اللي هما هادو اللي بارل دو شوكولات بغنز كين في النواغ وكين هكا كين في البلون كين في اي كولاغ انا نحب هذي اللون نكمل كامل حلوة تاعي نخليها تنشف ومبعد نتلاقاه في صحن التقديم اذا كانت هذي هي اللي سابليت عنا لنهار اليوم اللي هو مسابلي الفيريرو اللي حضرته العيد لبيتنا في هذا العيد نتمنى انكم تجربوا صراحة هايل بزاف اقتصادي وبنين بنين بنين صراحة ننصحكم انكم تجربوا في هذا العيد نشكركم على جميع التعليقات الايجابية وعلى تواجدكم معي نقولكم الى اللقاء ولبي معكم سلام